السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة دي الواحد في شهرجوش اليوم يا إخوان اليوم الأول في شهرجوش كانت الانطلاق الرسمي دي القرعة دي اسكونترينو للوترية دي الاسكونتريني كان بزفت الأخبار الجديدة لتجنسي دي اللي انتراتي دارت واحد الويبينر عن طريق الانترنت وشرحت بزفت المسائل غنطرقوا ليها باش تفيدكم حيث بطبيعة الحال كان شي حويش اللي تبدلت بخلاف القانون اللي كنا ش شهر ونصف قريبا علاش حيث هو ما يتراجعوا على بعض الأمور مش يزعم كي كانت تسريبات خاطئة كان كل شي صحيح وكان كل شي في الموقع الرسمي ولكن يتبدل من بين الأشياء اللي مثلا تبدلات الناس اللي غتخلص بالكاش مديزاش وما غتشاركش القرعة في حين أنه هون هنطرقوا الأزمة الحكومية اليوم كيف ما قلت لكم من تسعود ونصدية الصباح وحدود السعارة بقى مسألوشي إخوان ناقاش من بين الأحزر دي الأغلبية باش يديروا واحد الاتفاق بناتهم ويقولوا لم تطرين لا نعم نحن مستعدين شكل حكومة ولكن ما تتفقوش را ما كينوالو ما بين الأشياء اللي كي حاولوا يتتفقوا عليه هو أنه لحركة خمسة نجوم الموفيمينتو تشينكوستيلي قليل مديروا واحد لحد أدنى دي الأجور غنشرح لكم كونش في الفيديو تكلموا كذلك على رياليتي ديال شتا دي نانسا اللي إيطاليا فيفا ديال رانسي كتقول بلا أنه خاصنا نعودوا نناقشوه وحتى الحركة خمسة نجوم كتقول بلا أنه شيء أمور ما مزيناش فيه غنطرقوا لهذا الشيء كام وفي ديال الأحزاب الأخرى من رانسي كونتين حدود السعرها ملتازم الصمت يا إخوان ما تتكلم مدوا متاشي حاجة وكيتسنى الأحزاب أجدير كذلك غنتكلموا على شروط السفر إلى الدول الأوروبية غنشوفوا شنوك تشرت ألمانيا بلجيكا الإنجليز فرنسا إسبانيا والعديد من الدول الأوروبية يا إخوان فهذا الفقرة لي صراحة ما طويلاش بزاف وكذلك غنتكلموا على الارتفاع البطالة في إيطاليا خصوصا بين الشباب والنساء عرف شهرتنا شيء إخوان فقدنا 101 ألف ب لذلك إخوان سنطرقوا هذا الموضوع ونعطيكم الأرقام والإحصائيات الأخرى التي تخص 2020 وشحال الناس فقدت العمل ديالها وكيفما العادة سنشوفوا الحالة الوبائية في المغرب وفي إيطاليا والمغرب سنشوفوا حتى شحال الناس خدوج جلبة لحدود الساعة لذلك إخوان كنم بغير نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع القناة بلايك والتعاليق والناس اللي ما شتركش في القناة اشتركوا يا إخوان باش فقدوا توصلوا بجديد أخبار إيطاليا إن شاء الله أول خبر غامدو بي إخوان اللي غاي يكون سريع للغاية ولكن تقدر تستفد منه واحد النسبة لديت الناس لناوي أنها تشيل القنصلية ديال البولونيا في هاد الأيام القادمة لذلك كيموحد بالغ لخرجات القنصلية ديال البولونيا كتعلم في المواطنين اللي تابعين لها كتقولين بالله أنه حيتسجلوا بعد الحالات ديال الكورونا في الموظفين اللي خداموا في القنصلية راه هاد الأيام القادمة معرفتش وش سيمانة ولا عشر يام ولا عشرين يوم غاي يتم المعالجة عير الوطائق اللي هي الصلاحية ديالهم المنت كانت تصل بي وحد صديق ديال بباش يسووني واشي يقدر يمشي ملتوس كان البولونيا عباشي جدد الباسبور دياله وقال ليه ممكن وطرح في بالي التساؤل حيث عن هذا الإعلان كنت قرأته قل لي واشي الباسبور عندك وافي ولا لا قال لي إلا ما زال قلت لي إذا نحبس ما تبشيش حيث هنا بشيس ما غاي يدروا معك والو غتصدق دار الطريق عيل على والو لذلك الناس اللي عند الباسبور مثلا بغتت جده ولا كارتو لشي حاجة إلما كانوا شوافين بلا ما تبشي خلي حتدوز واحد عشر يام وخمستاشر يوم مثلا وهي ستريفون عين يطنيم عاديك ثلاثة ديات العشية ركي يجبون في العشية وسووا لهم واش القنصرية كتتصق بالناس اللي الوثائق ديالهم باقي موفاش حيش كنت شرط الإعلان ديالكم في الانترنت وما غيقول لك نعم وللا لذلك إخوان أنا قلت اللهم ما ننشر هذا الإعلان باش الناس اللي كانت غادة وذاك الشي تفادى انها تشدر بطريق وصافي فهذا الفقرة يا إخوان غانتشوفوا سريعا اشنا هم الشروط ديال الدول الأوروبية إلا بغت تسافر لها يعني واش عير تحليلة واش ممكن أصلا تسافر ليهم وأول حاجة غاني شرح لكم هو هذا الموقع سميتو فياتجاري سيكوري فياتجاري سيكوري بونتويت ديال وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية وأي معلومة فيه على أي بلد مثلا إسبانيا تقولك بلا أنه خاصتك تدير واحد تحليلة لما تكون شفيتة 72 ساعة تلتة أيام وكنت تكلموا على التحليلة اللي ماشي سريعة الكلاسيكية البيتشير كدخل هذا الموقع وكتطلب واحد الكوديشي اللي هو هنايا كوري كدير اللي ميل ديالك والباسبور وكدير تكمل في التقياد في حين أنه أكثر دولة فيها القيود هي بلجيكا بلجيكا ممكن أنك تسافر ليها خاصتك تحليلة تكون عندها أقل 72 ساعة مني كدخل عندهم كدير الحجر صحي لمدة 7 أيام النهار كدخل كدير لك تحليلة ونهار السابع كدير لك تحليلة وخاصتك تعمر واحد ورقة في الانترنت في حين أنه مثلا فرنسا تقدر بشيلة خاصتك تحليلة 72 ساعة وما كينش الكورانتينة بالحق في فرنسا كين كوبري فوكو يعني ك حضرت تجوال من الساديات العشية حتى الساديات الصباح يعني النهار عندهم قصار ما هي بحال هنا في إيطاليا حتى العشر ديالة الليل في إيغليز نفس الشي إخوان تعمل المملكة التحليلة يا السريعة يا الكلاسيكية ماشي مشكلة لا تكون شفية عدة 3 أيام كتدير الحجر الصحي عشر أيام ولا يعني من بعد الخمس أيام تقدر تدير واحد تحليلة ولا خرجة نيغاتيف تقدر تخرج من الحجر الصحي يعني إخوان كما تشوفوا شروط في جميع الدول الأوروبية كنشوفوا آخر دولة اللي هي ألمانية اللي ممكن أنك تسافر ليها ولكن بخلاف الدول الأوروبية كتشرط عليك تحليلة يا سريعة يا كلاسيكية اللي ما تكون شفية 48 ساعة خاصة تقيد في الانترنت بلا أنك رجلت في الألمانيا وفي نفس الوقت عندك عشر أيام ديال الحجر الصحي من يتوصل إلى ألمانيا تقدر تخرج من بعد خمس أيام إلا تحليلة ثانية وتبين بلا أنك راك نيغاتيف في نفس الوقت الكوريا لدينا سيارة تأوك يقولنا بلا أنه صفر إلى خارج القارة الأوروبية بطبيعة الحال ماشي حاجة اللي هي مزيدة ومن الأحسن الوحيد يتجنبها حيث كيف ما تعرفوا كيف ما تشوفوا حتى أنتم مع بعينيكم يا إخوان هذه الأيام را عارق كل دورة تتنقزوا كتقول أنها سديت الحدود سديت الحدود لذلك تفادي أنه الواحد ما يبقى محبوظ في واحد ملاصة إلا كانت شيئا ملحة ولا بد ما يديرها رأى الغلب الله كان يقدر يأجل أجل أحسن في الأسبوع الماضي يا إخوان تطرقنا الموضوع دي القرعة دي سكونترينوات لالوطرية دي سكونتريني وقلنا بلا أنه من المترقب أنها ستبدأ نهر واحد في شهر جوش وفي علان ذاك الشركة ما كينتش عملي دي التمديد وليوم غا تبدأ وخص صراحة يا إخوان غادي نقول لكم بلا أنه بزاف تحويش تغير في هذا القانون حيث هذا القانون وهذه القرعة شرحناها واحد شهرين هذي ولا شي شهر ونص هذي ولا كرة تغير بزاف المسائل وكينش مسائل هي صراحة مهمة للغاية من بينها باش نعطيكم ميتان ومن بعد نبشوف الشرح إن شاء الله في السابق كنا قلنا بلا أنه القرعة غدا تكون يعني جوش قرعات وحدة اللي هي أوردينارية اللي كيشاركوا فيها الناس اللي كتخلص نقدا وكذلك الناس كتخلص بلا كارت في حين أنه كينوحدة سميتالت زيرو كونتانتي اللي كيشاركوا فيها الناس اللي عندهم عر لا كارت بوحدة وهذه المعلومات إخوان ركننا جبناها من الموقع الرسمي ديال لوتري دي سكونتريني يعني ماشي تسريبات صحفية هاد الشي كان مكتوب عند الموقع الرسمي ديالهم لكن يا إخوان على ما يبدو أنه كان واحد الاجتماع نهار ساسة وعشرين دارتوا لاتجنسية ديال انتراتي ماشي اجتماع ولكن ويبنار واحد الاجتماع عن طريق الانترنت وكانوا مشاركين في كذلك الجمعيات وممثلين ديال هاد القيطاع ديال المحلة التجارية وديال يعني التجارة باش يشرحوا لهم بزرط الأمور ومن بين الأمور اللي قالوا لهم أنه الناس اللي كتخلص كاش ما غيمكنش لها أنها تشارك في هاد القرعة ديال سكونترينوز غيشاركوا وعير ال تاني حاجة اللي مهمة هو أنه إلا بشيجي العملية راها بدات اليومها رسميا يا إخوان ولا تفرجوا في الفازرها كينش بيران كينش محلات لذي يجا خدموا هاد السيستام بالحق تقدرك شو عن ثلاثة وما تلقوا عن تشو واحد فيهم لذلك إخوان ربقى واحد شوية العشوائية وباقي بزاف ديال نقود سويت ما جدوش ديال الآلة لك تخرج سكونترينوز يعني خاص بيدروا له واحد تحديث باش تولي تحترم القانون والمعايير باش تشارك في هاد القرعة بطبيت الحال سحب المحل التجارية عندهم تاريخ تنهر واحد في شهر ربعة باش ينخرطوا في هاد العملية في الحين احنا المواطنين اللي غان بغيون بشو نشريو ابتداء من واحد في شهر ثلاثة يعني من هنا الشهر عدنا الحق أننا نبلغوا على أصحاب المحلات تجارية اللي ما كيبغيوش يخذه من عدنا هاداك الكوديشي باش نشاركه في القرعة بشي تعد واحد المحل وقال لك لا تقدر تبلغ عليه ابتداء من واحد في شهر ثلاثة ماشي من غدة لذلك إخوان مشو نشوفوا القوانين الأخرى أول حاجة اللي نقدر نقوله هو أنه أول قرعة غتكون نهار حداش في شهر مارس حداش في شهر مارس اللي غتكون قرعة شهرية كنا كنت نتكلموا في السابق وفي الحلقات اللي شرحنا قبل يا إخوان على قرعات أسبوعية نعم حتى هي كينا يا إخوان ولكن ما غاتبت أجدها بغاتبدا في شهر الثلاثة لذلك أول حاجة غيبدوها هي نهار حداش في شهر ثلاثة غيدروا قرعة شهرية غيكون في عشرة الجوائز دي المئة مليون وعشرة الجوائز للإصحاب المحلات التجارية فيهم عشرين مليون يعني البي الأولي اللي غيتهز وغيربح غيأ اخذ مئة مليون داكسيد اللي تقدى وعشرين مليون داكسيد اللي عنده المحل التجاري واللي تقدم عنده داكسيد اللي يربح باش تقيدوا رأسه اللي يا إخوان تبشون هذا الموقع ديالو ترياس.قونتريني.gov.it تدخلوا ليه احنا ندخل ليه دابا يا إخوان باش تشوفوه تدخلوا ليه إخوان هكذا كتبشي لالك التصورها أورا تقليق عليها كتدير الكودش في سكالي ديالك تدير ديكيارو هناك كتدير هاد الكودش و وكذلك تقليق على تجانيرا. من بعد أن يطلع لكم واحد الكوديشة بره اللي خاصتك تصوره ولا يبقى عندك في التليفون والذي اللي سكرينشوت. بطبيعة الحال حاجة مهمة إذا كنتوا قدرتوه وتوضر ليكم ومقيتوا عقلين لي. دخلوا لهذا الموقع يدروا الكوديش في سكالي بحالة ما عمركم ما قدرتوه. ما كانت مشكلة. وكذلك يعود يخرج لكم نفس الكوديش. المشكل هي إلا ربحنا. إلا ربحنا كيف يدروا وتتصلوا بنا. على حساب ما كان في الشرح الأولي يا إخوان هو أنهم صاحب بارتيتا إيفا ستصلوا بهم عن طريق الباك. الناس هنا كمواطنين سترون لنا الكوديش في سكالي دينا. وعلى حساب لين ديريتسو لعدنا عند الدولة ستفضل لنا واحد الراكمانداتات الماية للدار دينا باش يقولنا خص كمت بشي والتيري بشي حاجة من البوسطة. وهذه الساعة مشوا نتسلموا الجائزة دي الفوز. بطبيعة الحال نقدر نتخيل ذلك الناس اللي لا يريدوا شي تيري والراكمانداتات. تقول لها دراهم ولا طاولة شي حاجة اللهم ما خليها عدوا من تيريهاش كينا ناس اللي بحال موكاية ربما تربح وما تتيريش. حاجة المهمة يا إخوان شنا هم المشتريات اللي داخلين في هذه القرعة. بطبيعة الحال ماشي كل شيء. وأول حاجة نشرح لكم هو أنه على أي أوروك تخسروا. على أي أوروك تخسروا. ستتاخذوا بي. دي اللي غايشارك في القرعة. يعني مثلا مشيت الوحد بلاسة وخسرتي مئتين وخمسين أورو. هذه مئتين وخمسين أوروك تتعطي الحق في مئتين وخمسين تيكي. والأبياء. والذي للقرعة. وستشارك فيهم هذه البيات ستشارك فيه في القرعة الأسبوعية. في القرعة الشهرية. والقرعة كذلك السنوية فيها خمسة المليار. لذلك إخوان تيكي واحد كتشارك فيه عدة مرات. وكل أوروك تتعطي حق في تيكي. لحد أقصدي الألف أورو. إذا كنت تقديتي مثلا حاجة بألف ومئتين شريتي كوزينة مثلا. هذه أوروك تتعطي الحق في ألف تيكي باراك. لا تفوت ألف. في حين أنه. لا يكون دخل في هذه القرعة. الناس الذين ستخلص كاش. يعني بالكونطانتي. وكذلك الناس الذين ستخلص نصف بالكارت ونصف بالفلوس. هذا كسب ما لا يدخلوه. وحاجة المهمة هي هذه الخلاصات التي تتخلصهم. ستطلب منك الكودشي فسكالي. نعطيك المثال للأدوية. إذا لاحظت بعد المرات تتعطي الفرماسيان. ستقول لك. ستطلب منك الكودشي فسكالي. ستطلب منك الكودشي فسكالي يا إخوان. لا تتبقى لديك إمكانية أن تشارك في هذه القرعة. وهذا كان لدينا أحد الخدماء. لحسب ما تقالف هذه الأشياء التي كان. لكي يدخلوا حتى البونية فيكم. ولكن الحدود السعارة لا يشارك البونية فيكم. بطبيعة الناس الذين ستشارك في هذه القرعة يا إخوان. كنت تكلموا على الناس الذين لديك ثانية 18 سنة. وفي نفس الوقت ريزي دانتي هنا في الطالية. كنت تقول لك يا إخوان راقلت كل شيء. ومن يبدو إن شاء الله في القرعة الأسبوعية. ستقول لك 15 جائزة أسبوعية. لفها 25 مليون. هذه الناس اللي كتشري. والناس اللي كتبيع عندها. 15 جائزة دي الخمسات المليون. في حين هذه السنوية. سيكون عايزة واحدة فيها 5 مليار. والناس اللي عندها نيغوطسيات. ستكون عندهم جائزة دي المليار. لذلك يا إخوان. الأمور ره واضحة للغاية. هذه القرعة راه مسول عليها. فوقها. وكنذكرها لكم دائما وراها حلال. وكن كان فيها شوية الشك. ما كتش غالي نعلان عليها. وما كتش غالي نتكلم عليها. لذلك راك نتكلم على واحد الحاجة. اللي هي حلال. حيث احنا مشي كمشون تقداه. باش نشاركه في القرعة. كمشون تقداه. باش نناكله. لذلك احنا كمشون تقداه. وعدنا إمكانية أن نشاركه في القرعة. لو أنهم قالوا لك. اعطينا 20 سنتيم. ولا 10 سنتيم. باش تشارك في هذه القرعة. فهذه الساعة كانت غا تكون حرام علاش. حيث غا تحط فلوسك. وفلوس ولادك. فهذه القرعة. لذلك اخوان. هذه راها حلال مئة في المئة. فهذه الفقرة يا اخوان. غا نتكلم على اخر احصاء اللي خرجته ليستات. ليستات. اللي هي واحد المؤسسة حكومية. ايطالية. اللي كتخرج احصائيات اللي هي رسمية. وفي هذا الاحصاء. بالضبط غا نتكلم على سوق الشغل. وشحال دي الاماكن اللي عمل. فقدتهم ايطاليا. في 12 شهر الاخرى. يعني في السنة الماضية دي ال 2020. سنة اللي عرفت الوباء. سنة اللي اول مرة كان عرفوا فيها شيء حاجة. مثل حجر الصحي. سنة اللي كانت فيها ازمة صحية. وما زال كان الازمة الصحية. كانت ازمة اقتصادية. الحكومة الايطالية حولت انها تصدى. لهذا النازف ديال سوق الشغل. ودارت البلوكو ديليشين سيامينتي. يعني التوقيف الطرد من العمل. كذلك دارت الكاسة انتيجراتيوني. بشركة انهم يخلصوا الخدمة ديالهم. وبطبيع التحال بلوكو ديليشين سيامينتي. وما زال الحكومة عند هنية. انها تزيد طوله من هنا للقدام. يعني ما غير يحبس في الشهر القادمة. ومع ذلك مقدرناش نوقفه النازف ديال سوق الشغل. كنت تكلموا يا اخوان على 444 آلف شخص. فقدوا العمل ديالهم في سنة 2020. هاد الشركة يخلي انه البطالة ترتافع. الى تسعة في المائة. في حين انه بين الشباب البطالة تقريبا 29.7. كنت تكلموا على ثلاثين في المائة. وهذا الشركة يخلي انه ايطاليا. في المراتب اللخر على المستوى الاوروبي. فالبطالة ما بين الشباب. يعني ما كنش بلد من غير اليونان تقريبا. واسبانيا. هما اللي اسوأ من ايطاليا. في حين انه جميع الدول الاوروبية يحصل منها. يعني سوق الشغل دراري الصغار. رمكار في سنة. يعني الشباب اللي عندهم. خمسة وعشرين. تنين وعشرين. اللي بغان يخدموا شوية القادية صعبة بزاف. في حين انه هاد كتر من رعمية آلف شخص اللي يفقدت العمل ديالها. ارى الاكترية ديالهم. والغالبية ديالهم نساء. كين من وراهم الشباب. الناس اللي عندهم قلم خمسين سانة. الناس اللي هما اوتونومي. وكذلك الناس اللي خدموا بكونترا. ماشي ديال ديمة. لذلك الوقات اللي كتتسالين من كونترا. الشركة ما كتجددش ليوم. والدورة ممكنش لها انها تلزم على الشركة تجدد. وفي حين انه البلوكو ذي اللي شنسيمينتي. ما عندهم يدير ليونفاة الحالة. حيث ما كانش اللي شنسيمينتو. على واحد كونترا وسالات. في شهر 12 ليداز. ايطاليا فقدت 101 ألف بوست ديال الخدمة. يعني 101 ألف شخص فقدوا العمل ديالهم. فهذا 101 ألف يا إخوان. تسعود وتسعين ألف نساء. و ألفين رجال. ماشي زمكين نص نص يا إخوان. ولا ربع ولا التولة ولا شي حاجة. لا. لا تقريبا الحسة كاملة كلها نساء. لذلك يا إخوان نازيف ديال سوق الشغل الإيطالي. راح صراحة اللي حد الباس وصافي. حاجة اللي غان مغين نقول لكم آخرة. فهو أنه في هذيك الديزوكوباتسيوني. و في تسعاف المياه البيطالي اللي كانت في إيطاليا. أرى ما داخلش فيها الناس اللي مبقاتش تقلب على خدمة. حيث بطبيعة الحال في البيطالة. يحسبون الناس اللي هي كتقلب على خدمة. و ملاقيها هاش. أما الناس اللي غان في الدار ما كتقلبش. هذوك ما دايزنش. ما دايزنش في الحساب. يحسبوهم ما بين واحد الناس اللي اسميتهم ليانات تيفي. اللي بطبيعة الحال في آخر 12 شهر. نصف مليون ليلة الناس. يعني هذي الناس نصف مليون ليلة منادم. مبقاش عنده احتر رغبة. انه يمشي قلب على خدمة. على الشي قولتان. طوالا بشي تنقلب. ما غاديش تلقى. وهذا الشيك يخلي انه. هذي الناس. ما ستدخلش في البيطالة. يعني كون كنك نزيد هذي الناس. على البيطالة. ما غا تكونش في تسعود في المائة. بل واحد الارقام اللي هي اكثر من هذا. لا تدريش شاولية الخير. وصف يا اخوان. فهذا الفقرة يا اخوان. سنرى الجديد ديال السياسة هنا في ايطاليا. وفيين وصلت المحادثات بين الاحزاب. كيف ما قلت لكم. فيكو رئيس مجلس المستشارين. تجمع البارح مع الاحزاب. وقال لي. ما شكينا امكانية انكم تكملوا في واحد الحكومة. وكلهم قالوا نعم. نديروا واحد الوثي قبل ان نديروا واحد الكنترا بيناتنا. اللي نكونوا حاطن فيها جميع النقاط ديال الحكومة اللي غادي تكون جديدة. وغا تكون واحد طاولة الحوار اللي غا يشاركو فيه جميع الاحزاب ديال الاغلبية. وبطبيعة الحال تناقشوا لبزت المواضيع. غا نكون لكم المواضيع صراحة حيتمشي قليلة. حيتكون الحزب كيتكلم عن هذا الشي اللي يباقي. هاللي كيتكلم عن الصحة. هاللي كيتكلم على الحد الأدنى ديال الأجور. يعني كيم بزت الحوج لغا مشون تطرقوا ليها دقة دقة. صراحة الموضوع راه معقد للغاية. ولكن الحمد لله بالاستماع ديالي للراديو. وكذلك هاد الموقع ديال فاتوكيتيديانو كيعوننا بزاف. لذلك غا نشرح لكم ماذا حصل اليوم في هاد الاجتماعات اللي بقى متواسطة لحدود الساعة. اخر حاجة يا اخوان وقعت في هاد الاجتماع هو انه ايطاليا فيفا ديال رانسي. طلبات على الاقل تستعمل واحد الحصة ولو صغيرة من الماس. الماس اللي كيف ممكن قول لكم انا دائما ما عمر الحركة خمسة نجوم غا تستعمله. حيث الى استعملات وغا تبقى واحد العدد كبير ديال الاصوات. لذلك الحدود الساعة هم رافضين. في حين انه ايطاليا فيفا تقولين من اجل الصحة ومن اجل الجلبة وذلك الشيء. وتحسين الصحة ديالنا خصا نستعمله. الحزب الديمقراطي احتى هواية مع هاد الفكرة ديال انه يستعمل الماس. ولكن ما بغاش يجيد ضد حركة خمسة نجوم لذلك قالوا يمشوفوا. كين الفلوس ديالتحاد الاوروبي نحاولوا اننا نزيد الفلوس للسحة من الفلوس ديالتحاد الاوروبي. وربما يقدر يكون هذا حل ليرضي جميع الاحزاب. روبيرتو فيكو اللي هو يا رئيس مجلس المستشارين. ولي فتات حد طاولة الحوار اليوم. قلس مع موحد ساعونس ومن بعد خلاهم مع بعضياتهم اخرج. لذلك من من الاشياء اللي الحركة خمسة نجوم قالت بلا انه ناوية ديرها في الحكومة الجارية. هو انه دير واحد السالاريو مينيوم. لحد الادناء ديال الاجور النسبة الناس اللي هما يا ميهنيين وكذلك لفوراوطانومو. يعني ولي عندهم محد صالير اللي الدولة كتضمنوا لهم. وطب يتحالي اخوان داب الحدود الساعرة كنت تكلموا عير على عناوين وعير على افكار. وعلى كل الحزب كيخرج يقول الافكار اللي عنده. ما كنت تكلموش على شيء حاجة اللي غتكون واقعية غده وبعد غده. وربما يديروها من هنا العام ونص من هنا العامين وربما ما يديروهاش. في حين انه النقاش كان كذلك على الجلبة. وكان كذلك على الصحة. وفي الساعات والدقائق الاخيرة كيتكلموا كذلك على العدالة. او نقولو احنا يا يعني القذاء والعدل. في حين انه يا اخوان كيتكلموا على انه ربما في هاد الليلة غادي تخرج واحد البوطسة. يعني واحد المشروع ديال الخدمان اللي غادي يديروه من هنا القدام. ومستبعد جدا انه تخرج واحد الواثقة. حيث كان تخوف كبير يا اخوان اللي قرأتوا معايا هنا. تخوف كبير من انه رانسي يدير لي موحد الترابولا. ويدير لي موحد الفخ. وقرأتوا هذا المقال يعني انك يشرحوا فيه ما هو الفخ. سألخصوكم في جملة. هو انه خايف من رانسي. يتفق معامل المشاريع اللي كي ننكاملين. ويقولوا ما احنا نديروه كذا كذا كذا. وحنا ما نستعملوش الماس. يعني انا غادي نردخ لكم هذا الشيء. ولكن من نسيني على ذلك الكونترا وكل شيء. يقولوا اجيو دابا نشوفوا الاسماء. يعني يحاول انه يردب مع الدراج كونتي. ويسيفطه بحاله. لذلك سوف نتافقه على البراميج. والرئيس نشوفوه من بعد. هتشلي الاحزاب ما باغاش. لحركة خمسة نجوم كي تقولون. كونتي اسم ما كنحطوهش للنيقاش اصلا. اصلا عدنا كثير من تسعين. برلماني في مجلس الشيوخ. يقولوا يا كونتي يا ما نكملوش. وطبع يتحالي اخوان. الحدود الساعة. ايطاليا فيفا بغى واحد الوثيقة. وكذلك من الاشياء اللي كي طالب بيع ايطاليا فيفا هو انه. في الريكوفيري فاند. هذو كل الفلوس اللي غي يجيوه من الاتحاد الاوروبي. يكون واحد الحوار كذلك مع المعارضة. وهذا الشيك نظن انا بلا انه عقلاني. حتى بطبيعة الحال الفلوس دي الاتحاد الاوروبا بغي يبشو الجهاز. وعدك خمسة شر جهة حكمها اليمين. واليمين في الحكومة راه في المعارضة. لذلك ما فيها شعيب تقلس مع الناس اللي هما عندهم خمسة شر جهة في ايديهم. وتحور معهم. وتطلب الرأي ديالهم حول الريكوفيري فاند. وفاش بغوا يخسروه. في حين انه. حتى الحزب الديمقراطي. يتكلم على انه. جوزيب بيكونتي. وروبيرتو غوالتييري. اللي هو يا الوزير يا الاقسيصات. هما اسماء ما محتوطنش فوق طاولة النقاش. يعني ما كيتناقشوش وما غيتقاسوش. لذلك اخوان. الاحزاب لحدود الساعة خاصوهم يتناقشو باش. في الهنا العشية ومن هنا الليل ان شاء الله. يعطيو الروبيرتو فيكو ايجابة. واش كين الامكاني انهم يكملو او لا لا. طبيعا من بعد ما غيسالي الاشيماع ديال هاد ممثلي الاحزاب. رغيت جمعون ورؤساء الاحزاب. اللي هما يا غيتكلموا على الاسماء. شكونا همو الوزراء اللي غيبشي وشكونا همو الوزراء اللي غيجي. واش الرئيس غيبقى هو كونتي ولا لا. حاجة اخرى اللي هي اخيري اخوان ايطاليا فيفا كبما قلنا. كدوي على السانيتا بزاف على السحة. كدوي كذلك على اركوري. ايطاليا فيفا ما بغيتش اركوري تبقى عند ذلك السلطة وما يبقاش مفود كيفما هو حاليا. علاش حاجة بطبيعا احنا ما عمرنا تطرقنا هاد الموضوع. ولكن اركوري دار اخطاء متعددة. عن اخرو هاكي تكلم على اليوم الكوريا لدينا سيارة. اخرى المسكرينة بوناير وشي حاجة. في حين انه كان بعض الجهات اللي شرت نفس المسكرينة يا اخوان. شرتهم باربعين سانتيم. يعني كنت تكلموا يا اخوان عير على المسكرينة بضاعة الايطاليا سستين مليار. علاش حت اركوري شران بثمن غالي. ومسكرينة كي يجوم الشينواء. لذلك كان اخطاء اللي دارها اركوري. وحتى الراديس بديل تحت ايطاليا فيفا بغي يعني تعود. تحطوه تحت النيقاج. حيث بزاف تحويش ماشي هم هادوك. والحركة خمسة نجوم حتى ايه قلت بلا انه. الراديسو ديال تحت ايطاليا. حيث المشكلة ديال هاد الراديسو. حيث المشكلة ديال هاد الراديسو يا اخوان. هو انه كل مرة وكل فترة كينوضو. كينقوا واحد ثلاثين واحد. مائة وواحد خمسين واحد ناصب على الدولة. في هاد الراديسو ديال تحت ايطاليا. وراء فايد ومعاون بزاف ديال العائلات. ولكن في نفس الوقت خصوهم يلقاوا. شي يعني اه طريقة بشي كالتروم الكنترول. قبل ما يعطيه الناس اللي محتاجها. فيما يخص الحالة الوبائية في ايطاليا. فهي كالاتف اخر 24 ساعة. كنسجلوا سبعة الاف وتسعمائة وخمسة وعشرين. رقم اللي نازل بزاف. ولكن هاتش راجع بالاساس لعدد ديال التحاليل. اللي هي نازلة للغاية. في حين انه الناس اللي كتتوفى اليوم. راها 327 حالة وفاة. العدد الاجمالي قريب من تسعة وثمانين الاف. في حين انه الناس اللي كتلقى العلاج اليوم. راهم 13 الف وتسعمائة وخمسة وسبعين. نقوله 14 الف شخص. والعدد الاجمالي ديال الناس اللي ما زال كتلقى العلاج. راهم 447 الف شخص. اي بناقس سلف وتلتمية. مقارنة بالامس. والعدد ديال التحاليل كما تلاحظوا معي. اليوم 142000 تحليلة. والبارح كانوا مئتين وتلتاشر الف تحليلة. العدد ديال التحاليل اللي هي يا كلاسيكية راهم خمسة وسبعين الف. البارح كانت مية وواحد وعشرين الف. يعني راها ناقس الواحد درجة كبيرة. الى البارح كنك تلقاه ما بين خمسة الناس بوزيتيف. في كل مية التحليلة اليوم كنلقاه ما بين خمسة. ووسة الناس بوزيتيف. في كل مية التحليلة كنديرو. الناس اللي في الانعاش كيتزاد ب37. والعدد الاجمالي كيوصل 2152. وفي المستشفيات كيتزاد ب164. وكيوصلوا لعشرين الف وميتين وستين. فيما يخص توزيع الحالات حسب الجهات. في الوقت الاتي. لومبردية الف وتسعين. الفانيتو خمسة وعشرة. البيموتي خمسة واربعتاش. كمبانيا الف. لميليار رومانيا الف وخمسين. لاتسيو سبعمية. سيشيليا سبعمية وستين. تسكانة 370. بوليا 370. ليجوريا 149. فريوليو فانيتا جوليا 129. ليماركي 189. لابروت 161. بولتسانو 316. سردينيا 123. لومبريا 143. كالابريا 195. ترينتو 53. البازيريكات 13. والموليزيا 54. فيما يخص الفاليدا وسطا 3 الحالات. فيما يخص المغربي يا إخوان. الناس اللي تلقات الحدود الساعة. الأول جرعة للليقاح رهم ميتين ألف شخص. كنت تكلموه على واحد العدد اللي لا بأس به. يعني المغربي يا الله. بدأ في السمانة يا إخوان ميتين ألف. راه ممتاز للغاية. في حين أنه الحالة الوبائية فهي كالآتي. في آخر بعو 20 ساعة كنت نسجله. ميتين وواحد وثمانين حالة إصابة. وربما المغرب ما نبقاش كيدر التحليل بزاف. حيط ربما مكون سنطر على الجلبة. وربما كيقول صافة أنا غنضل الجلب. بلا ما نبقى يعني نتبع الحالات. حيط أصلا الحالة والموجة الوبائية في المغرب راها نزلت. يعني حتى الوقاية كان كثيرا في التحليل. لم يكن قبل أن نبقى. لذلك الناس اللي يتم الاستبعاد ديالهم. رهم قلال كما تشوفوه. 4900. الناس اللي يعني كيتشافه في آخر 24 ساعرهم 892. والناس اللي توفاه في آخر 24 ساعرهم 12 شخص. الله يرحمهم. والعدد الإجمالية للناس اللي مازالك تلقى العلاج في المغرب. حساب الجيهات فهو كالآتي الدار بيدا ستات 74. طانجاتي طوال حسيمة 63. الشرق 47. رباط سلقونية 28. داخل واد داب 24. سوس ماسا 22. وباقي الجيهات إخوان فيهم قل من 20 حالة. بهذا كنتم وصلنا لآخر الحلقة. تلا وفريوزكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. موسيقى موسيقى موسيقى